أخذ أهل الكبل والكرم عليكم والحمد لله على ما يسر لنا ولكم وعلى ما أعطار وعلى ما منح وعلى ما فتح وعلى ما جعلنا في أمة خب خير خلق حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما متلنا من حبار الاتصال بالجناب العشرة وفي أسانيدي الرجال وأرباب الكمال وما أدخلنا في دائرة أهل السنة والجماعة وما جمعكم عليه من التذاكر ومن التناصر ومن التشاور ومن التنور ومن الاستبصار ومن إرادة وجهه جل جلاله في إرادات تحب التخلص مما عالق بالنفوس من كل ما يحجب عن القدوس جلاله وتعالى فعله ويحجب عن دخول إلى حضرة أهل قربه ومحبوبي وسيدهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم وسمعتم من كلام وإرادة جلاله وإبادة المكلفين وهذا الخطاب كان في عالم الحسي لآدم عليه وسلم وأول ما نزل إلى الأرض جلاله في إما ياتينكم مني هدا فمن اتبع الهدايا فلا يضل ولا يشبع ومن أعرض عن دكري فإن لهم وإرسالهم وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر